عشرة شروط وضعها رئيس الفرلمان محمد الحلبوسي لضمان نجاح الحوار الوطني بهدف تصحيح مسار العملية السياسية في أي حوار قادم مراقبون كورت أكدوا أهمية تلك المبادرة خصوصا فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين بغداد واربيل وحل الملفات العالقة وفق الدستور المقترح لتنظيم العلاقة بين أربيل وبغداد وذلك لإنهاء هذه الخلافات لأن أيضا هذه الخلافات هي خلافات جوهرية الآن هذه الخلافات تأتي بمرتبة ثانية بعد الخلافات بين الإطار والطيار هذا ويبقى الموقف الكردي ثابت بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ويجدد التأكيد على نبض التصعيد والداوة إلى التهدئة والحوار اليوم أكو حوارات في بغداد ونتأمل من الله سبحانه وتعالى أن تخرج هذا الحوار بنتيجة تؤيد ما غرده أو ما أطلقه السيد الحلبوسي من تغريدة ومع استمرار الانسداد السياسي والتوتر الذي أصبح الشارع العراقي مرآة له يرى محللون أن مبادرة رئيس البرلمان إذا ما وافقت عليها بقية الكتل فمن الممكن أن ترسم خارطة طريق جديدة قد تخرج البلاد من أزمات أكبر وأعمق عشرة شروط هم موضوع الحلبوسي يمكن اعتمادها لنجاح الحوارات المقبلة بما فيها تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم وفق اتفاق يضمن حقوق الطرفين بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل